اهلا بحضراتكم جديد النهاردة الاهلي في مباراة ودية فاز على سموحة اتنين واحد ودي مباراة مستر كولر كان حابب يجرب فيها كل العناصر اللي معاها طبعا في غياب الدوليين وغياب بعض اللاعبين المصابين اللي بيتأهلوا ففاز الاهلي اتنين واحد سجل الهدفين انطوني مودست المباراة بدأت يمكن مودست سجل هدفين الاهلي وحسام حسن سجل هدف سموحة بدأ الاهلي لتشكيلة باشموندس مصطفى شبير لعب اكرم توفي يمين ورمي ربيع ومعتز محمد وعالم علول شمال والاول مرة بيلعب في نص الملعب عمرو السلية معاهم مصطفى ابو الخير ناشئ لاول مرة ومحمد مجدي افشا وعاد كمان للتشكيل بعد شفاء وبعد غياب طويل ثلاث شهور رضا سليم ولعب حسين الشحات ولعب انطوني مودست مودست سجل الهدفين مستر مارسل كولر اطفى سرية تم على المباراة لدرجة انه رفض ان اي كاميرا تصورها او حتى عدسات المصورين الفوتوغراف يصوروها لكن هو ده التشكيل هو ده خلاص اسلوب مستر كولر انه يجي قبل الماتشات الحسيمة تدريباته وخصوصا التكتيكية ما بيصورهاش بما فيها الماتشات اللي وديه لكن انا لفت نظري ثلاث حاجات انه لما حب يعمل ماتش ودي قبل شباب الازدد عمل ماتش ودي قوي جاء فريق قوي زي سموحة عمل معاه ماتش سموحة يلعب فولتيم ويتقدم في المباراة ويتعادل الالي ويفوز عن طريق مودست لكن التشكيل بتاع النادي الالي يلفت نظرك فيه حاجتين مهمين جدا اولا معتاز محمد موجود في السير دي باك ومصطفى ابو الخير لعيب واحد جدا موصي ملعب وقطعا في التغييرات اللي ما جاتلناش يعني تفاصيلها حنشوف بقية لانه كان عمل عقد خمس سنين من عحمد عبدين برضو سير دي باك اذا هو ينظر واللعيبة دي كلها اللي موجودة معادي الوقتي اتساجلت افريقيا فهو بيجهزهم وبيسق فيهم وبيدولهم فرص الملحوظة التالتة التانية بقى وممكن تبقى التالتة رضة سليم انه ديزل الملعب وابتدى المطش والحمد لله كمله الملحوظة الرابعة ودي يعني لان للأسف الشديد الناس عمالة يعني مش ردت غير موقفة وتقر بالواقع يعني مودست جاب جولين مودست من ماتش الجونة ثم السوبر ثم الماتشات الودية اللي في الامارات ثم هذه المباراة خمس اهداف يسجل في كل مباراة ويصنع ويساهم في تحقيق بطولة ولكن لازم يلقب بالصفقة الفشلة وليه 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 وهنا انا ما بقول لما بيكون الاعلام بخبرة الكابتن متحد شلبي شلبي في وجود ضيوف كبار كلهم نجوم تقال يعني فيثير بسلبية وما يشبت على التعاقد وخطأ الاهلي في التعاقد مع مودست حتى لو كان جاي صفقة حرة بمبلغ كبير زي كده حتى لو كان جاي لمدة السنة وفين المعيير وفين المعيير يبقى وهو نفسه وقولك ولو انه جاي من خلفية فريق كبير وكان هدف بس اصله بقى له مدة مش جاهز وملعبش امر غريب في نفس الحلقة في نفس الحلقة هو اثار موضوع تعاقد زمالك مع الكابتن عبدالله السعيد مودست 35 سنة كابتن عبدالله السعيد 39 سنة فاراض انه يعلي الصفقة لعيب محترم تاريخه كبير هيده ولا مش هيده لا يده موضوع يده طبعا لعيب زى كده يده طبعا وصح ان الزمالك يتعقد معه صح ان هو يروح زمالك صح ان يروح زمالك وصح ان الزمالك يتعقد معه طب ليه غلط ان الاهل يتعقد مع العيب عنده 35 سنة فري وبروس دورتنوند وعلى الاقل كابتن عبدالله ما كانش فري تكلفته لما تضيفه على الرتيب وحتعد المودست يعني ليه ليه الاختلاف النظرة والمعايير يا كابتن محتحت نفس الكلام في كل صفقة يعمل الاهل يطلع يندهش وقلب كفوفون ليه 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 الموقف اللي انت واخده ده ما احترامي للجميع قال كل من حقه يقول رأيه بس احنا من حقنا برضو نقول بعض الحقائق احنا لما بنقول خامس او رابع مباراة بخمس اهداف واسست وبطولة ولسه من سجمش يعني لسه منتظر منه افضل احنا بنقول ايه والله اعلم انت لهذا تعقدت معاه يمكن الفرقة فيه بتتسفيد منه ازاي يمكن هو جاهز نفسه اكتر في الفترة اللي فاتت دي يمكن ربنا ما كانش موفقه ووفقه يمكن انسجم ليه بتنكر عليه كل ده وتعطي هذا الحق لاخرين هي المعيار وحده المعيار لان انت بتخلق انطباع عام الناس بترددوا وراءك بس